اختتمت اليوم اعمال مؤتمر تاريخ التسامح الديني والمذهبي في البحرين والذي اقيم برعاية اسمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي كما وجرى في الختام تكريم المشاركين من ممثلي الأطياف والأديان والطوائف والمذاهب في البحرين إلى جانب المتحدثين ومدراء الجلسات في يومه الثاني والأخير وصل مؤتمر التسامح الديني والمذهبي عرض فصول التسامح التاريخية البحرينية التي سطرها الآباء والأجداد منذ عشرات السنين زوار ومشاركو المؤتمر أبدوا سعادتهم بما أتت به الجلسات النقاشية من أمثلة واقعية تاريخية تملأها ثقافة قبول الآخر وشباب خالجته مشاعر الإطمئنان وكأن المؤتمر يبشرهم بمستقبل أكثر تسامحا وتعايشا شرفنا أن ننقل هذه الصورة الحقيقية عن البحرين لأننا جزء من نسيج المجتمع ودائما كنا من خارطين ومتواجدين مع كافة طياف المجتمع ما حسنا بأي فرق في حياتنا وإحنا عايشين كمواطنين على هذه البلد توصيات من شأنها أن تعزز قيم التسامح في البحرين أوصى بها المشاركون في البيان الختامي فدعوا إلى عقد المزيد من المؤتمرات التي تسهم بنشر ثقافة المحبة والتأخي بين جميع أطياف المجتمع وإلى تبني المشروعات التي تعنى بنشر المطبوعات والوثائق ذات الصلة بتاريخ التسامح في البحرين التوصيات التي صدرت عن المؤتمر توصيات مهمة جدا في وجوب التأريخ إلى تاريخ التسامح أيضا في وجوب تعريف الشباب وتعريف بتاريخ التسامح في مملكة البحرين على مستوى المحتوى فيه وراء أوراق علمية الحقيقة جيدة تكرس هذا التسامح وهذا التعايش أو لنقل العيش معا أو العيش المشترك بين مختلف الطوائف الدينية التي تشكل المجتمع البحريني وهي الحقيقة خصوصية تنفرد بها المملكة في اعتقادي المشاركون أكدوا أن تاريخ البحرين يدلل على إنسانية الأديان المختلفة وأخلاقية نهجها وأن هذا التاريخ يشجب كل محاولات تفريق الناس في الوطن الواحد وشق وحدة الصف مؤكدين أن التسامح الديني والمذهبي في البحرين هي سمة متأصلة ومتجذرة في ثقافة الشعب البحريني بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين